السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بحاتي والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني كلنا طبعا بنحبها هنعملها مع بعض في البيت اضمن وانضف واحلى كتير هنشوف مع بعض المقادير والطريقة وننفذها باذن الله في البيت وتعجبكم ان شاء الله معنا هنا كيلو كبدة متقطع صغير جدا عندنا فلفل بارد وفلفل حامي متقطع صغير عندنا طماطم متشال البذرة بتاعها متقطع مكعبات صغيرة معلقتين كبار ثم مفروم التوابل بتاعتنا ملح وعلي شوية سكر صغيرين فلفل شطة كمون معلقتين خل ومعلقتين لمون معلقتين عصير لمون تمام هنجيب معلقة كبيرة ثم مفروم والملح وشوية السكر لمون الخل والشطة وتبل الكبدة بتاعتي وأسيبها حوالي نص ساعة قبل ما أبدأ أشتغل فيها بالشكل ده هنجيب طاسة كبيرة ونحط فيها زيت سخن وننزل فيه بالطوم المفروم المعلقة التانية ونقلبها لغاية ما تسفر مش عايزين نغمقها عشان ما تبقاش مع أنا تعمها مور بالشكل ده هنضيف الكبدة المتبلة ونحطها في الزيت وما نحاولش نقلبها نسيبها شوية لما نحس إنها بتدت تحمر من تحت أو تستوي تديني اللون اللي هو كأنها مستوية هنبتدي نقلب كل شوية نقلب تقليبة مش عايزين نقلب على طول على طول عشان ما تنزلش ميتها ونلاقي في الآخر مية غمقة كده في الكبدة يعني تمام بالشكل ده شايفين حتى هي مش منزلة ميتة لإن النار عليها والزيت سخن ونزلنا بها على طول وما قلبناش كتير خلاص الكبدة كلها دخلت في السوى هنبتدي نضيف بقى الخضار بتاعنا اللي هو الفلفل الحامي والبارد نقلبه تقليبة وبعدين نبتدي نضيف الطماطم والملح والفلفل والكمون عشان يبقى رحتهم لسه موجودة وبينة ندقها ونشوف لو محتاجة ملح تاني نحط مش محتاجة يبقى خلاص بالشكل ده خلاص كده الكبدة استوت بقى طعمها جميل رحتها تحفة جدا نضيفة طبعا وطعمها جميل وسهل أشوف عملناها على طول إزاي مش هتاخد مننا وقت ممكن تعملي بقى منها سندوشات تتاكل جنب مكارونا زي ما تحبوا ولو حبن لها صوص تاني ببصل بنعمل بصلاية جوانح ونحمرها في زيت لوحدها خالص لغاية ما تدبل وندفعها الكبدة أتمنى تكون فيديوهاتنا بتعجبكم والسلام عليكم